السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال جميعا رمضان مبارك نديل فيديو سريع ان شاء الله بفوج 3 دقائق عليه كيفية تحميل من موقع الميديو فاير اللي هو عليه كل المادة العلمية من كتب وفيديوات وأسئلة الابتحانات وشيتات الكلية أوس ومنهج الكورسات وخلافه من سنة أولى لسنة خامسة وحتى الأشياء اللي متعلقة بالأطباء حديث التخرج أو المعادلة امتحانات المعادلة وغيرها الموضوع هو بسيط لكن مرة مرة يقابل فيها حد يسا فيها يقول لك كيف نحمل فهو الفيديو يعني للناس اللي جديدة عن نت وغيرها واللي يعني عنده فكرة لكيفية تحميل من هذا الفيديو مش ليه فهذه صفحة المناهج اللي يقولكم تعرفوها مناهج واسلة وكتب قليل طب البشري أو اللينك اللي هو facebook.com مناهج.wasmosis فأنيوي في هذا البوست المتبت وفيه بوستات أخرى لينك التحميل هو دي معاناة موجود حيقابلك فيه أكثر من بوست اللي هو لينك الميديا فاير فهذا طضط عليه يفتح لك موقع الميديا فاير يفضل التحميل الأفضل على الكمبيوتر على الكمبيوتر فيه عندك إمكانية أنك أنت تنزل مجموعة ملفات في مرة واحدة يعني لكن على الموبايل أو الآيباد على الآيفون أو الآيباد تقدر تحمل بالملف وبالتالي العملية مملة شوية فمثلا لو بنمشي طواله ونفتح ليني سلقونه سنة ثانية اليوم سمسترات الأربعة سنة ثالثة سنة ربعة سنة خامسة شوية حاجات لي علاقة بالأسنان سنة العداد امتحانات المعادلة وخلافه فمثلا لو نمشي مثلا لسنة خامسة حنالك فيه ثلاث مواد باطنه أطفال وسيرجري وتجمعات أخرى وخلافه وامتحانات السنوات فانت مثلا لو تبي تنزل جميع امتحانات السنوات خنشوفوا هذا الفولدرش الفاسطة فهذا الفولدر فاسطة كل امتحانات الكلية كلية ترابلس وحتى كلية الزاوية وبنغازي فلو بتنزلك كلها سهل تضلل تدير إشارة زيته على المجلد كامل وتدير دونلود يقول لك هل تبي تضغطهم كلهم في ملف واحد يقول له يس ويبدأ ينزل فيهم رتا يبدأ ينزل فيهم كميتهم حدود 800 ميجا فانت رات العملية سهلة جدا من على الكمبيوتر خاصة لو استخدمت متصفح الجوجل كروم النسخة الأخيرة لو تبي تنزل ملف واحد بس تخش مثلا الباطنة تخش مثلا امتحانات سنة خامسة ترابلس مثلا امتحانة 2016 تنزل بالملف زي ما ترى زيته ملف تدير دونلود وينزل الملف مافيش مشكلة هوني قاعد ينزل نديره تجربة مثلا شوفوه توا كيف يشتغل بالضبط نزل الملف مافيش مشكلة تنقل على الايباد والايفون بتاعك مافيش اشكلية فخلاص هي هذه الفكرة مثلا انا بنمشي مثل 2015 تجد تلقى مثلا كل امتحانات 2015 دور الاول والدور الثاني تقدر تضللهم كلهم تقدر تضلل مجموعة معينة بس وتقول لها دونلود فهذه افضل طريقة لتنزيل مجموعة كبيرة من الملفات باقل كليكات وباقل وقت مثلا نمشي مثلا سنة رابعة مثلا نفتح وبستاتيك ان غيركولوجي مثلا تب تنزل مثلا مناج دكتورة فتحية الشركة تأشر عليك كله دولود سهلين مافيش اشكلية او تب تخش انت تشوفش مفاسطة فيه مثلا تسجيلات صوتية وفيه مثلا ملفات ادوبي فانت ورأيك تب تنزل ملفات صوتية بس تنزلهم مافيش اشكلية خلاص هذه الفكرة ان شاء الله وصلتكم الفكرة فنعودها يفضل من كمبيوتر يفضل تستخدم اخر متصفح من جوجل كروم وزيتو بالنسبة الملفات الصوتية دي ما تحاول تفتحها بالبرنامج الـ VLC او الفيديوهات دي ما تحاول تاخد اخر نسخة من برنامج الـ VLC دي ما تعطربوش هذا وملفات الـ PDF تدير تفتحها بأي برنامج انت تستريح لـ Foxit Reader ولا Adobe Reader ولا اللي هو فمثلا لو بتجي مثلا للـ Pathology مثلا انت بتنزل أسئلة امتحانات الكلية بتاع Pathology تأشرهم زيتو كلهم ودرهم دولود تمت القصة فخلاص هذا كل من الـ Mediafire بارك الله فيكم جميعا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته